اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يم الدين وما بعد فإن الله سبحانه وتعالى لما شرف هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها خير أمة أخرجت للناس جعلها آخر أمم الدنيا لتكون شاهدة على الأمم التي قبلها فالشهادة من شرطها العلم ولذلك قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلذلك أخرت هذه الأمة لتشهد على ما سبقها جميعا كل الرسل وكل الأنبياء وكل ما حصل في الأمم السابقة تشهد بهذه الأمة وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا ويخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول بلى فيقال من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون أن نوحا مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ولذلك كانت هذه الأمة أولى الأمم يوم القيامة وآخر الأمة في الدنيا كما صحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له فالناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد شرف الله هذه الأمة بهذا الوحي المنزلي الذي كان بداية تاريخها وبداية هدايتها وإخراجها من الظلمات إلى النور وانطلاقها من الجاهلية الجهلاء إلى عصر العلم والهدى وإلى قيادة الأمم كلها وتعريفها بالله سبحانه وتعالى ودلالتها على منهج الله فبعد أن أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنزل الله عليه الأمر بقومتين عظيمتين هما من أهم التكاليف وأعظمها القومة الأولى قومة التعبد والقومة الثانية قومة الدعوة فقومة التعبد أنزل الله فيها سورة المزمل وهي عشرون آية وقد ذكر الله فيها أنواع العبادات والقربات وذكر فيها من التخفيف عن عباده وتعظيم الأجر لهم والتنوع في أنواع العبادات والقربات الشيء الكثير فقد قال الله تعالى يا أيها المزمل وفي آخر آية منها يقول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يظلمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم تضمنت هذه السورة أنواع القربات وأنواع العبادات وأنواع الطاعات فرضها ونفلها قوليها وعمليها وماليها وما كان منها من أعمال القلوب واحتوت على أنواع العبادات كلها وهذا الذي يغير الأمم فواقع أمة لا هذه وما وقع فيها من الخلل والفساد سببه الابتعاد عن هذا المنهج الرباني بالعبادة لله سبحانه وتعالى فكلما انتشرت العبادة بأنواعها وتجذرت في النفوس وقامت عليها الأسر والبيوت وقامت عليها مصالح الناس وقام عليها فضله ما بينهم والوزن فيهم والتأثير كلما كانت هذه الأمة في الصدارة وكلما تراجعت الأمة عن هذه العبادة وكانت ثانوية من نسبة لأولياء الأمور ثانوية من نسبة لأرباب البيوت ثانوية من نسبة للمدارس ثانوية من نسبة للتوظيف والمقامات الناس كلما تراجعت الأمة إلى آخر الركب وأسفل اللائحة فلذلك إنما تتقدم هذه الأمة بعلاقتها بالله المحصولة في عبادته سبحانه وتعالى فمن عبد الله حق عبادته ارتقى وسمى وفتح له وعلم ما لم يكن يعلم ومن تراجع عن هذه العبادة فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا ثم بعد ذلك جاءت القومة الثانية التي أمره الله بها وأنزل فيها سورة المدثرة وهي 56 آية اشتتحها بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحكر والرويز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فالقومة الأولى مقيدة قوم الليلة قيدتهم بالزمان وجاء الاستثناء من الزمان إلا قليلا وجاء البدل منه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أما هذه القومة وهي قومة الاستخلاف قومة القيام لله بالقسط والعدل قومة القيام لله بالدعوة فليس فيها تقييد لا بالزمان ولا بالمكان ولا بغير ذلك فلهذا قال يا أيها المدثر قم فأنذر فهي مقيدة فقط بالعمل وهو النذارة وهذه النذارة تشمل البشارة فليس المقصود مجرد التخويف بل الرسالة مقتضية للبشارة والنذارة والتعليم والوعظ والإرشاد والتربية بالحكمة والموعظة الحسنة وغير ذلك ولهذا لا يصلح لهذه المهمة التي هي مهمة الدعوة والقيام بالقسط في الأرض والسعي لهداية الناس إلا من توافرت فيها خمسة شروط ذكرها الله هنا تباعا فقال وربك فكبر هذا الشرط الأول تعظيم الله في صدر الإنسان فلا بد أن يكون الداعي إلى الله معظما لله سبحانه وتعالى موقنا بجلاله وعظمته ثم الشرط الثاني وثيابك فطحر أن يكون نظيف العرض سليما الذي تتطرق إليه الألسنة ويقع في المشكلات لا يكون أهلا لقيام الحجة لأن تقوم به الحجة إلا والرجز فهجر الرجز هو الشرك وكل منهي عنه شرعا فلا بد من تميز الداعي وعدم وقوعه فيما ينهى الناس عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر فالإنسان لو مكث عمر النوحي في الطاعة والعبادة لم يكن له أن يمن ذلك على الله فما هو إلا بتوفيق الله وإحسانه إلى الإنسان حين استعمله فيما ينفعه ولربك فاصبر هذا الشرط الخامس وهو الصبر على الأذى في طريق الحق والصبر لله سبحانه وتعالى في معاملة الآخرين وهو يشمل الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يلهمنا وإياكم الرشادة والصداد وليبدأ فضيلة شيخنا شيخ نور الدين بالتعقيب على هذا الموضوع شكرا لكم فضيلة الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيه إشارة لطيفة سمعتها من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرئيسوني بخصوص القومتين أو السورتين سورة البدثر والسورة المزمل ونقلتها عنه وتحدثنا عنها كثيرا وهي الجمع بين قيام الليل وقيام النهار وقيام الليل أشير إليه في سورة المزمل يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا وقيام النهار أشير إليه في قوله تعالى يا أيها المدثر ولطيفة أخرى أفدنا بها قبل قليل بمداخلة الشيخ محمد وهي قيام الليل المضبوط بالزمن وقيام النهار المطلق عن الزمن وكأن إشارة سورة المزمل تعنى بما هو تعبدي مضبوط في زمانه ومكانه وهيئته وأقداره وغير ذلك مما تضبط به العبادة أو الشعير التعبدية أما مطلق الزمان ومطلق الحال ومطلق الأعمال فهو ملاحظ بشدة في قيام النهار والأصل في هذين الأمرين الجمع بينهما فالمسلم لابد له أن يجمع بين قيام ليل على حسب مقتضاه التعبد وشروطه الشعائرية وبين قيام النهار من جهة ما يتحقق به قيام النهار على حسب قيام النهار والنهار بأعماله ومنجزاته في الاجتماع الإنساني في العمل الإداري في التطوير المعرفي في كل ما يتعلق بالعمل النهاري والجمع بين هذين القيامين هو جمع بين ليل ونهار وهو الزمن الذي هو ويعاء الإنجاز وهو كذلك جمع بين سورتين وهذه السورة في القرآن وهذه السورة في القرآن وكلتاهما سور من سور القرآن الكريم والجمع كذلك إنما هو جمع بين حقيقتين مركوزتين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرات العاطرة والنبي عليه الصلاة والسلام أقام هذا الجمع بين قيام ليل وقد وجه إليه الخطاب بقوله يا أيها المزمن وبين قيام نهار وقد نودي بهذا القيام يا أيها المدثر جمع بوصفه نبياً رسولاً مربياً وجمع كذلك بوصفه معلماً للذين جاءوا بعده وبخاصة الصحابة ثم بقيت الأمة هنا أسأل وأختم بهذا أسأل لماذا آل وضع أمتنا الإسلامية في كثير من أعضائها وهيئاتها لماذا آل أمرها إلى هذا الانفصام النكد وهذا التفريق الخطير بين قيام ليل على حسبه وقيام نهار على حسبه والأصل أن يجمع المسلمون ودرسنا في هذا درسنا الذي نستخلصه من موضوعنا في هذه الحلقة في القومتين إنما هو درس يتأسس على السيرة التي جمعت وأوسط بالجمع بين هذين القيامين ربما في تعليقنا على هذا الانفصام النكد الذي آلت إليه أمتنا في كثير من هيئاته وعضائها ما رد ذلك إلى ضعف العلم بالجمع ضعف التدبر للقرآن والسيرة وكذلك ضعف ما يتعلق بالحراك الفكري والتوعي العام ودور المؤسسات ودور المؤسسات التربوية والتعليمية في ترصيخ هذا الجمع وفي حمل الناس حمل المسلمين على أن يجمعوا بين قيام ليل على حسبه وقيام نهار على حسبه وكما جاء في القاعدة الشرعية الجمع أولى والله وليه التوفيق بارك الله وفي حضرة الشيخ علي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حقيقة الكلام الشيخ محمد في قومة التعبد وعلاقتها بقومة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى علاقة قوية ومتينة لا يمكن الإنسان أن ينطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدون زاد روحي متمثل في مدرسة القيام ولهذا في القرآن المكي تجد أن موضوع القيام أخذ حيز مثلا في سورة الإصراء لما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تلاحظ أن الله ذكر الصلوات الخمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ثم بعد ذلك النوافل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير فقيام الليل من الوسائل في إجابة الدعوة قيام الليل من الوسائل في توفيق الله للعبد أن يكون مدخله مدخل صدق واخرجه مخرج صدق وقيام الليل أيضا من الوسائل في تأييد الله بالسلطان النصير سواء في مجال العلم أو في مجال الحياة الاجتماعية أو في مجال الحياة السياسية فالموضوع متداخل مع بعضه ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال أمن هو قانت آناء الليل شوف هذه الصورة الرائعة الجميلة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما شوف التصوير القرآني يحضر الآخرة هذا الخارج ساجد وقائم الداخل القلب يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي بين الحضر وبين الرجاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معنى ذلك أن القوم التعبدية في قيام الليل هي دليل علم بالله ومعرفة بعظمة الله ومعرفة بحقائق الوجود الكلية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أيضا الله لما ذكر صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبتون لربهم سجدا وقياما بارك الله فيكم وززاك الله خير بزاك الله خير فضل الشيخ فضل بسم الله الرحمن الرحيم ما أشار إليه المشايخ في هذا الباب كذلك لفت نظري الأوامر الموجهة ستة أوامر وستة أوامر في القومتين والقومة الأولى هي النذارة وهي قبل وهي الإنذار قبل قيم الليل لأنها نزلت نزلت سورة المجزمل بعدها بعد سورة المدثر أو بعد سورة نون على قول آخر وأرجحه أنها الثالثة معنى ذلك أن هناك زادا للطريق وهو قيام الليل والاتصال بالله سبحانه وتعالى ولذلك من باب الإيماء والتنبيه في هذه الأوامر يقول كأنه إشعار بالعلية إنا سنلقي إليك قولا ثقيلة هناك أعباء هناك أعباء كثيرة ستواجهك هناك مواجهات هناك تكليفات كثيرة ستنزل لذلك التزود في قيام الليل هو الذي سيؤدي إلى حمل هذه الرسالة إلى العالمين بيسهم سهولة في شيء آخر ملاحظة وهي هذه السورة الثلاثة نزلت وصورة إقراء صورة المدثر صورة المزمل فكيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل إلا قليلا لماذا؟ لماذا يقوم الليل؟ بأي صورة يعني لم تكن زيلة البقرة ولا العمران ولا ولا معنى ذلك أن الإنسان ولو قام بيسير القرآن متدبرا له تاليا له ولو بقصار الصور هذا من التيسير في الشريعة ولذلك تنوعت صلاة الويتر صلاة الليل ذكر منها أبو محمد بن حزم ثلاثة عشرات كيفية ثلاثة عشرات كيفية ذكرها أبو محمد بن حزم في كتاب المحلة بدءا بركعة واحدة وثم بثلاث ركعات ولها كيفيتان إما مفصولة وإما مسرودة ثم بخمس وسبع وتسع وهي متصلة وجاءت كذلك روايات مفصولة وكذلك في الأحدى عشر يعني عند خيارات متعددة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إذن كيف تترك الليل؟ إذا قال الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى الذي يتركه ذلك رجل سوء وجاء عن بعض الفقهاء أن شهادته ترد فهذا بالنسبة لقيام الليل والإضاءات حولها وبالنسبة للأمور الأخرى نتركها لشيخنا فضل الشيخنا الشيخ علي ربكم الله أنا أتحدث عن الموازين التي يمكن أن تستنبط مما تفضلتم به جميعا بدءا من فضيلة الشيخ محمد إلى الشيخ فضل أهم ميزان في ذلك بعدما نزلت سورة إقراء وأمرت بالقراءة السورتان التاليتان تشرحان جناح هذه القراءة وهي أن القراءة النافعة بالإضافة إلى ما قيل عن هذا التفصيل لا بد أن تكون قراءة نافعة وما هي القراءة النافعة التي تنفع الإنسان في نفسه فتجعله مقيما للليل ساجدا وقائما يا إخاك فهذا الجانب الأساسي هذا هو العلم النافع والجانب الآخر نافعا لغيره من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فسورة مزمل تبين جناح القراءة التي تفيدك لنفسك من حيث التهجد وكثرة الصلاة وإيناب إلى الله والثانية الدعوة إلى الآخر الميزان الثاني حقيقة هو ميزان التوازن بين العبادات المحضة وكذلك العبادات التي هي عادات ولكن بالنية تتحول العبادات ففي بداية السورة كما شرح فضيلة أخي الحبيب يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا بيّن أهمية هذا لكن حتى لا يتجه المسلمون جميعا إلى صلاة الليل وأنها هي الأساس في كل شيء هنا جاءت آخر السورة لتحقيق هذا التوازن بأن من يضرب في الأرض ويتاجر ذكره رب العالمين مع المجاهدين يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار لا بد أن توزعها بين هذا وذاك بعدين ذكر إيش علم أن فيكم كذا وعلم فيهم مرضى وفيهم مجاهدون وفيهم مضاربون في الأرض هذا التوازن مطلوب في بداية السورة المكية وأنا في نظري هي ثاني سورة حقيقة أو ثالث سورة ما في مشكلة ثالث سورة تبين هذا التوازن رغم أنه لم تكنها كدولة ولا شيء الميزان الثالث هو ميزان الجمع حقيقة بين المصطلحات الإسلامية كلها مصطلحات شفعية يعني الطهارة طهارة الظاهر وطهارة الباطل حقيقة طهارة من كل الأرجاس يعني الشرك وكذلك من الأخلاق وما أشبه ذلك وكذلك طهارة الظاهر وهذا هو جميع المصطلحات أنا أعتقد بالنسبة للقومتين القومة الأولى يا أيها المزمل هي قومة خاصة بالليل لكن في اعتقادي القومة الثانية ليست خاصة بالنهار قومة شاملة قومة مطلقة مثل ما قال فضيلة الشيء يا أيها المتجثر قم مش في النهار قم فأنذر أو قم من الليل هنا لا يا أهل المزمل قم الليلة هنا محدد فلذلك القومة الدعوية بالليل ونهار الآن معظم الأعمال نحن ناس يدعون إلى الله بالليل عن طريق سوشال ميديا وعن غيرها قمي ليلة ونهار نعم ليلة ونهار بارك الله هذا نوح عليه السلام دعو تقوامي ليلة ونهار وهو قدوتنا أولئك الذين هدى الله فبيفداهم بس مجرد بارك الله هاتان القومتان ركزهم الله سبحانه وتعالى كذلك في القرآن المدني فجاء الأمر بالقومتين بالمبالغة والتكثير فقد قال سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الهاتف آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما كونوا قوامين لله هذه القومة التعبدية شهداء بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله هذه القومة الدعوية كونوا قوامين لله هذه القومة التعبدية ففي سورة النساء وسورة المائدة جاءت الآيتان يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنعان قوم على لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى هذه في سورة المائدة وفي سورة النساء يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أمفسكم أولوالدين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أمفسكم أولوالدين والأقربين فكان الأمر على وجه التكرار والتكثير كما قال ابن مالك فحال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فائل بديل فلذلك لا بد من الاكثار منهما معا ولا ينجح الإنسان الداعي المؤثر إلا إذا أكثر من الأمرين معا من قيام التعبد الذي نوع في سورة المزمل وذكر منه العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة اللسانية بنوعها قراءة القرآن والدعاء والذكر كلها ذكرت في تلك السورة والقيام بالقسط كذلك لا يتحقق الإنسان إلا بهذه الشروط التي لا بد من تحقيقها وقد تكاملت هذه الشروط الخمسة نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم السامعين جميعا والمشاهدين وأن يتقبل بنا منكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة